الواحد والعشرون من مارس 2015 يوم أشعل فيه الحوثيون والمخلوع فتيل الحرب الشاملة في البلاد بأعلانهم لتعبئة العامة يوم لم تعلن فيه الميليشيا انقلابها المسلح على السلطة السياسية ومشروع الشعب للخلاص فحسب بل كان اليوم الذي فتحوا فيه أبواب الجحيم في وجه اليمنيين عماني من الحرب كانت كافية لتهوية بعشرين محافظة من أصل إثنين وعشرين محافظة يمنية لمرحلة الأزمة أي حالة الطوارئ من مراحل عدم الأمن الغذائي بحسب تقديرات المنظمات الأممية ثلث السكان باتوا تحت خط الفقر ما يعني أن التسعة عشر مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية منهم سبعة ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة الحقيقية أرقام وإحصائيات تعكس كارثية الوضع الإنساني وتنذر بمزيد من البؤس والمعاناة دفعت مؤخرا منظمة الأغذية العالمية إلى إطلاق مناشدة لمساعدة المحتاجين تجنبا لحدوث وفيات بسبب الجوع النزوح والتشرد وجه آخر لمعاناة جلبتها حرب الميليشيا على اليمنيين حيث بلغ عدد النازحين أكثر من ثلاثة ملايين شخص هذا الوضع الكارثي سيزداد تدهورا مع افتقار حوالي خمسة عشر مليون شخص إلى الرعاية الصحية الأساسية بحسب منظمة الصحة العالمية التي قالت إن 274 مرفقا صحيا على الأقل تضررت أو تدمرت منذ بدء الحرب كما أكدت أن العديد من الأطباء المتخصصين والممرضين الأجانب قد غادروا البلاد هذه الصورة القاتمة التي تسبب بها الانقلاب باتت اليوم تهدد حياة اليمنيين وهي بحاجة إلى المعالجة عاجلا وبكل الخيارات المتاحة أمام الحكومة والمجتمع الإقليمي والدولي